بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الرابع من الشابتر الأول بعنوان Drawing Standards سوف نعرض في البداية مقدمة Introduction ثم Standard Code وننهي هذا الجزء بLitering Standard ممكن نعطي المفهوم التالي للمعايير Standards are set of rules that govern how technical drawings are represented يعني المعايير هي مجموعة من القواعد التي تحكم كيفية تمثيل الرسومات الفنية Drawing Standards are used so that drawings convey the same meaning to everyone who reads them يعني يتم استخدام معايير الرسم بحيث تنقل الرسومات نفس المعنى the same meaning to everyone لكل من يقرأها بالنسبة لهذه المعايير نجد مجموعة من المعايير المختلفة في الأول عندنا ما يسمى بـ ANSI American National Standard Institute نجد كمان معايير في اليابان GIS معايير في بريطانيا UK BS معايير في الصين China ومعايير كمان وقع تحديدها في Germany ومعايير اللي هي International Standard Organization ال-ISO بالنسبة للكتابة عندنا معايير محددة وهنا هناخد مثال ال-A-N-S-I American National Standard Institute عندنا ثلاثة قواعد لازم نطبقها في الكتابة Use all capital letters يعني كل الحروف لازم تكون capital Use 3 mm for most text height يعني ارتفاع الحروف والأرقام 3 mm and the space between lines المسافة بين الخطوط is at least 1 by 3 of text height يعني ثلاثة ارتفاع الكتاب في كتابة الأرقام والخطوط عندنا مراحل معايينة Basic Strokes وكل الخطوط أو كل الأرقام وكل الحروف هنستعمل فيها يأما خطوط عمودية يأما خطوط مائلة يأما خطوط أفقية يأما مجموعة من الأجواس أو الخطوط المنحل هنا ناخد مثال Application of Basic Strokes لو أردنا كتابة الحرف I هنعمل كده خط بسيط خط عمودي وكده تحصلنا على الحرف I بالنسبة للحرف A عندنا خطوط مائلة 1-2 وعندنا خط A خط أفقي اللي هو الخط رقم 3 وهنا فيه ترتيب للخطوط لو أردنا كتابة الحرف A هنبدأ بالخط رقم 1 بعدها الخط رقم 2 بعدها الخط رقم 3 يعني فيه تسلسل أو ترتيب معين بالنسبة للحرف B هكتب في البداية الخط ده اللي هو عمودي 1 بعدها هنروح للخط الأفقي 2 بعدها 3 بعدها 4 وبعدها الخط المنحني 5 وبعدها 6 وكده تحصلنا على A على الحرف B يعني هنا ممكن نقول عشان نكتب حرفه معين فيه مراحل 1-2-3 لازم نتبع هناخذ هنا مثال بالنسبة للحروف التالية اللي هي I, L, T, F, E, H وحنشوف ازاي هنكتبها بالنسبة للI هنا عندنا خط عمودي بالنسبة للخط عمودي زايد خط أفقي وهنا المثال ده بيبين المراحل أو ترتيب الخطوط هنا مراحلة مهمة أن كل الحروف دي بتستعمل يأما خطوط عمودي يأما خطوط أفقي بالنسبة للمجموعة التانية اللي هي O, Q, C, G بنستعمل هنا مجموعة من الأجواس أو الخطوط المنحنية يأما بالنسبة للO يأما الQ يأما الC يأما A, G في المجموعة الثالثة اللي هي D, U, P, B, R, G والأرقام واحد واثنين في هذه المجموعة بنستعمل خطوط عمودية خطوط أفقية و مجموعة من الأجواس وهنا كمان نبين مراحل رسم الخطوط هذه الأرقام أو الحروف هذه المجموعة الثانية اللي هي خمسة وسبعة والمجموعة أخرى كمان اللي هي الS والزيرو عشان نكتب الأرقام والحروف هذه هنا بالنسبة للجمل sentence composition في قاعدة مهمة لازم نخذها بعين الاعتبار leave the space between words يعني الفراغ بين الكلمات لازم يكون equal to the space requires for writing the letter O يعني الفراغ بين كلمتين لازم يكون يساوي الفراغ اللي نحتاجه عشان نكتب الحرف O وده عندنا مثال all ونطرق فراغ بحجم O dimensions نطرق فراغ بحجم O R نطرق فراغ بحجم O in millimeters نطرق فراغ بحجم O in less نطرق فراغ بحجم O otherwise نطرق فراغ بحجم O specified نطرق فراغ